زي ما حضرتك شفت وتبعت وأكيد طبعاً كلهم نتكلم طول الوقت أن المعبر من الجانب المصري مفتوح لم يغلق يوماً ما مستعدين بكافة أنواع المساعدات لكن ما يحدث من الجانب الآخر وسيطرة قوات الاحتلال على الجانب الآخر هو ما يعرقل دخول المساعدات أو حتى نقل الجرحة والمصابين إلى مصر وده يعتبر انتهاك واضح وصريح للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب طيب اسمحني في البداية أحيي زمنة الأستاذ محمود مجهود عظيم لخص الحكاية بجد إعلامي مصري يعبر عن السردية الوطنية المصرية هنا ده دور مهم جداً لازم المواطن المصري يلتفت ليه ما يتم تقديمه عبر القنوات الإخبارية المصرية هو الحقيقة ومن ثم عليكم متابعة القنوات الإخبارية المصرية فقط قاهرة الإخبارية، إكسترانيوز، القناة الأولى المصرية، قناة النيل للأخبار السردية الوطنية المصرية هي الحقيقة وهي البعيدة عن الهوى وهي التي تبحث بالفعل عن تحقيق المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومي العربي ما سرده زميلانا الأستاذ محمود من العريش بيلخص الانتهاكات الحقيقية من قبل دولة الاحتلال وجيش الاحتلال وحكومة الاحتلال لاتفاقية جينيف التي تعطي حقوقا للمدنيين في أوقات الحروب هذه الاتفاقية موقعة في 19 أغسطس على ما أتذكر 12 أغسطس على ما أتذكر 1949 وهذه الاتفاقية بها مجموعة من البنود لعل أهمها من أول البند 55 يعني هي كلها تتعلق بحقوق المدنيين بس من البند 55 بتبتدي تتضح لنا الانتهاكات الأسرائيلية لهذه الاتفاقية والتي بسببها تعرضت دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال إلى الإحالة إلى محكمة الجنائية وإلى محكمة العدل طيب هما بيعملوا إيه؟ البنود دي بتقول أنك أنت ينبغي أن توفر الممرات الإنسانية ينبغي أنك أنت لا تمنع الغذاء ينبغي أنك أنت تحافظ على المنشآت الصحية ينبغي أنك أنت تحافظ على حقوق المدنيين في العمل ينبغي أن تضمن البنية الأساسية وتبتعد عن المناطق السكنية لما بتيجي تبص لمجمل الأحداث من 7 أكتوبر لغاية النهاردة أمن 8 أكتوبر لغاية النهاردة خلينا نكون وقعيين تقريبا 90% من البنية التحتية الأساسية الفلسطينية في قطاع غزة تم تدبيرها ترجمة نانسي قنقر